ونبدأ أعزائي المشاهدين هذه الحلقة من برنامج حقوق الناس من مصر حيث قالت مصادر حقوقية أن الطالبة المصرية في جامعة الإسكندرية أسماء جمال أجرت عملية بتر لساقها اليسرى في إحدى مستشفيات الإسكندرية نتيجة لاعتداء ضابط شرطة عليها بالضرب بالعصي على قدمها الجمعة الماضي في منطقة سيدي بشر إثر فض مظاهرة مناهضة للانقلاب وقالت تلك المصادر أن عددا من الفتيات قد تم سحلهم وأصيبت بعضهم بالخرطوش المصادر ذكرت أن أسماء أصيبت بالخرطوش من مسافة لا تزيد عن أمتار قليلة ثم تم الاعتداء عليها من قبل ضابط شرطة بالتعاون مع أحد البلطجية الذي انهال عليها بالضرب مما أفقدها وعيها معي للحديث حول ملابسات هذه الحادثة مسؤولة لجنة المرأة والطفل في مركز شهاب لحقوق الإنسان شيماء إبراهيم عبر الهاتف من الإسكندرية بداية سيدة شيماء إبراهيم هل لديكم معلومات عن ملابسات بتر ساق الطالبة المصرية أسماء وما إذا كان فعلا ضربها من قبل الضابط وأحد البلطجية على قدمها قد أدى لذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأسماء كانت في المظاهرات اليوم الجمعة أظن فاتت الجمعة اللي قبلها كان حصل أن السرطة تدخلت على فانت قد المظاهرة وأسماء قد المظاهرات كانت البنات مشين في طريقهم لبيوتهم وتم توقفهم من بلطجي معروف عن اسمه علي زبادي معروف من موضوع اللي هم عايشين فيها ينزل المظاهرات وبيشلم الناس فشاك البنات وعرف أن هم كانوا مشين في المظاهرات فاعتادوا عليهم مجموعة من البلطجية فضلوا يضربوا فيهم لحد ما جاءت الشرطة وضربت خرطوش على البنات وكانت منهم أسماء ضربت الخرطوش على المسافة قريبة رجليها ومن يوميها وهي بتتعالي في المسافة وبعد ما تضربت على رجليها الزابط قال لها حكس بحك حكسرت رجلك حتى مترجعيش في المظاهرات فضلوا يضربها بالعصية على رجليها وعلي زبادي ومجموعة البلطجية الموجودة معه البنت كانت في المستشفى وواضح أن الحالة سائت لدرجة أنها الأمر تدعى باتر قدمها هل تأكدتم من أن بطر القدم مرتبط مباشرة بالاعتداء على قدمها من قبل الضابط والبلتجي؟ هو نسيجة الضرب المبرح على رجلها بعد إصابة بالخارطوش أنا عايزة أقول لحضرتك أن كان عندنا بنت إسمها هبة جمال الدين بنت جي برضو إصابت بالخارطوش من المسافة قريبة وقعت على الأرض وكان شاهد عيام بيقول أن البنت لما إصابت بالخارطوش وقعت على الأرض الضابط اللي إصابتها بالخارطوش ما سبهاش حتى تتعالج يعني وقف جنبها والبنت تنزل البنت دي ماتت نسيجة أن الخارطوش اللي دخل في رجلها قطع وطر بين الله وبين القلب والبنت تعبال ما راحت المستشفى كل اللي بيقوح المستشفى كانت كثيرا بالخضر يستلموها لأن هي حالة مظاهرات لغاية ما فيه مستشفى قالت أن البنت دي لا تنتخش عنها مركزة دلوقتي حالا لأن حالتها خطر وخبوها بالمناية عشان محدش يشوف الدم هو بيثيل وبعد كده البنت دي مات هل هناك توثيق شيماء لهذه الحالات لدى السلطات المصرية طبعا إحنا بنوفق حالات الحالات للقتل وحالات الإطابات لكن طبعا لا حد بيسمعنا ولا حد بياخد الحالات دي ولما بنتهيه النيابة عسل نعمل محضر أو حاجة الناس اللي أهلاها تبقى مصابين أو أخواتها تبقى مصابين هم اللي بتحكموا فيهم بيث شرطة وهل الجيز يعني احنا بنبقى عارفين مين الزابط اللي ضرب ومين العسكار اللي ضرب ومنبقى نصورينه ومنسلمك الشهادات دي للقضاء وبدل القضاء ما يحكم عليهم هم بيحكم على المتظاهرين بأحكام ما هو هذا جمال الدين دي أخوها معتقل من حوالي أكثر من عشر شهور النهاردة تحكم عليه بثلاث سنين فأضيع 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 فأضافر رغب أن الأولاد البلغة اللي كانت في القضية معه أخذوا براءات في القضية يعني هذه الاعتداءات إذا ما وضعتها في سياق الاعتداءات على المرأة المصرية بشكل عام منذ الانقلاب في الثالث من يوليو عام 2013 حتى الآن فكيف تصفين وضع المرأة المصرية الآن يعني المرأة المصرية لم يصل الوضع عليها للحالة اللي وصلت فيها مصر الحقيق اليوم يعني من أيام الفرعون يعني من أيام الفرعون اللي ذكرت القرآن يعني يقتل أبنائكم ويفتحيي نساءك ده اللي بيحصل لنا فقتيل أبنائكم وستحياء النساء وقتل المساء في الشوارع بدم بارد واعتداء على النساء واعتداء على مصريات الشوارع بدم بارد وفي مباركة غير طبيعية من شعب الانقلاب لحالة دي بقاش بس الضابط والشرطة التي تعتاجها على البرأة ده كمان جران وصحاب يعتدوا عليهم وحالة من الاتصار بحقوق البرأة تطلع مربعة التلاو المفهودة أنها مسؤولة على التعوية المرأة في مصر تقولها في بلاد في السجن مستراحين أكثر من برة ختاما شيما أنقل لك هذا الخبر العاجل حيث قالت مصادر صحفية أن المحكمة العليا الفرنسية قد قبلت دعوا ضد عبدالفتاح السيسي بارتكابه جرائم حرب وهذا يتزامن مع زيارة عبدالفتاح السيسي لفرنسا كيف تعلقون أنتم كانوا شطاء لحقوق إنسان على هذا الخبر نحن نحن نحلل ولا نكبر لشيء إلا ما نشوفه بعيننا يعني الدول في تقبلة عبدالفتاح السيسي سواء أمريكا أو فرنسا أو إيطاليا رغم من الجاليات المصرية تشعبوا وتشعبوا هناك في فرنسا إيطاليا أنا أتمنى أتمنى أن عبدالفتاح السيسي يلقى القبض عليه في فرنسا دلوقتي بما أن الجناعية الدولية قبلت أن الجناعية في فرنسا قبلت أن تعتبره كمجرم حرب وأنه يتم القبض عليه ذناك وأي مسؤول مصري بيروضع في هذا الوضع المفروض أن مرفوع أضايا دولية عليهم المفروض أن هم يقبل إلقى القبض عليهم أتمنى أن نحن نشوف يعني العالم اللي بينادي بحقوق الإنسان في أوروبا أو أمريكا نشوف الحالة اللي وصلها المصريين ما فيش بيض ما فيش ولد ما فيش مرأة ما فيش رجل ما فيش شيخ إلا ويصابوا المهزلة في مصر أشكرك شكرا جزيلا مسؤولة ملف المرأة والطفل في مركز شهاب لحقوق الإنسان شيماء إبراهيم كنت معي عبر الهاتف من الإسكندرية